اشتركوا في القناة التينيا باربي هي عبارة عن فانجل انفكشن بتيفكت سيل بيرد اند الماستاش وكوز باي درماتوفايت اذا بتصيب الدقن او بتصيب الشارب فبالتالي نقول عليها تينيا باربي الكوزز لها الكوزز لها بالنسبة للتينيا باربي بالتأكيد هي درماتوفايت كوز باي الأشهر طبعا ترايكوفايتون منتاكروفايت ترايكوفايتون فاركوسم ومايكوسبوريام سبيشز وممكن ايباديرموفايتون في اللوكوسم طيب المود اوف ترانزميشن اول مود اوف ترانزميشن مهم جدا اللي هو الزونتك لانها الترايكوفايتون في اللوكوسم موجودة في الكاتل والناس اللي بيرعوا الكاتلز او زي الترايكوفايتون منتاكروفايتس في الهورسز الناس اللي مثلا بيرعوا الهورسز لو اصيبت الكاتلز دي احتمالية اصابتهم بالتينيا باربي احتمالية كبيرة المودف ترانسميشن الثاني من person to person تخيلوا شخص مصاب مثلا بيتينيا باربي فينام على وسادة معينة جاء شخص آخر نام على نفس الوسادة حيوخذ الانفكشن استخدم نفس المنشفة حيوخذ الانفكشن المودف ترانسميشن الثالث اللي هو اليوزنج أو شيرنج الريزورز مكينة الحلاقة وممكن تعمل اوت انفكشن لو تخيلوا لو حلق في هذا المكان وطلعها هنا حتنتقل الانفكشن أو في المكان الآخر فذي قضية استخدام الشيرنج ريزورز لها دور في المودف ترانسميشن طيب كيف بتحصل الانفكشن؟ درماتوفايس اتفقنا عليها تايكوفايتون، المايكوسبوريوم، الإبيدرموفايتون بتطلع دايجستف انزايم الديجستف انزايم بتعمل انفيد للإبيدرمس لو ما تعمل انفيد للإبيدرمس بتعمل ديسترويز للهير فوليكل وبالتالي الهير فوليكل بتاعت البرز أو الماستاش إذن الكاركترستيك إيش اللي هيحصل عنده؟ أكيد هيحصل عنده حيكون في حكة بشكل كبير النقطة الثانية أنه الليجين هيكون النقطة الثالثة هيكون في سولينج وفي كراستينج النقطة الرابعة أنه أكيد الفيشي الهير بريكس أوف أكيد حتسقط الشعرة سواء كانت في الشارب أو في الدقن حتسقط لأنه الهير فوليكل صابر النقطة الخامسة والمهمة جدا أنها ستصاحب غالبا ببكتيريا الفولوكيولايتس ليش؟ لأنه هذا المكان قريب النوز فيه نورمال فلورام البكتيريا وأصبح هنا فيه عملية ليجين فبالتالي ممكن يحصل بكتيريا الفولوكيولايتس طيب كيف نعمل لابدياغونوسيس في منتهى السهولة تماما نحن طبعا كلينيكالي ممكن نشخصها نقول ديتينيا باربي نشوف اللي قضية غالبا في المصطاش دائما أنتم شايفين غالبا كلينيكالي لكن عاوزين نتأكد نروح نعمل كويتش نروح نعمل سكن سكرابينج منها وعلى استيرايل سلايد ونروح نعمل كويتش عشرة إلى عشرين في المية نعمل عشرة إلى عشرين في المية وننتظر عشرة إلى عشرين دقيقة ونعمل عشان يعمل ديزولف للكيراتين ونشوفها حنشوف الهايفي بشكل كبير حنشوف الهايفي بشكل كبير طيب طيب النقطة الثانية اللي هي الكلشر نعمل الكلشر على السابرود أغار عند درجة حرارة 25 درجة مائوية ونعمل نشوف السيرفس والريفيرس بالنسبة للسابرود أغار هذه أمامكم الآن شخص عنده مثلا تينيا باربي عملنا عملنا على الكالشر طلع الكالشر كذا سمول بوتن يعني تخيلوا شكلها شكل الزر أو الدسك تماما في السيرفس وتكون شكلها طبعا وايت إلى كريمي وشكلها في الريفيرس بيكون يلو لو ما روحنا عملنا من الكولون بي وصبغناها باللاكتوفينول كوتنبلو طلعنا كالاميديو سبور إذن ذي كاركترستيك ذي للترايكوفايتون في الركوسم واحدة من المين كاركترستيس إنه كالاميديو سبور بيكون بشكل كبير فيها النقطة الثانية ممكن نعمل تشغيل زي ما قلنا بالPCR أو دي ني بروب عشان نحدد الانتي باديز بالتأكيد يزلس لأنها كيف نعمل تريتمينت هنا بالتأكيد هنا خالص ممكن زي ما قلنا يقلل الانفكشن على اعتبار أنه بيقلل الاسبور والهايفي الموجودة لكنه نطف نطف لابد طبعا سواء كان بنستخدم النزورال أو بنستخدم لكن الأساس في الموضوع اللي هو لابد من اللي هو يعتبر ليش لأن فيه فلابد أنه يوصل للهير فوليكل وبالتالي لابد نأخذه عبر العبر طبعا ممكن كمان القروزوفالفين يستخدم مدة ستة أسابيع في حالة التينيا باربي وإفكتف كمان كنت معكم في منضاء في قضية التينيا باربي شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته